مشغول مباريات دوري أبطال أفريقيا والنهاردة إن شاء الله حيواجه سانداونز ويمكن لو تفتكروا الماتش اللي فات كان من أسبوع تقريبا الماتش كان صعب جدا وشفنا إن فرقة سانداونز فرقة فعلا تقيلة ويمكن مستر موسماني عارف إزاي يواجهها هو أكتر واحد على دراية بلعبته لإنه هو كان بيدرب الفريق دوات يمكن سبع تمن سنين قبل ما ييجي النادي الأهلي فهو عارف إسلوب لعبهم وعارف مميزات وعيوب كل خط فيهم وهو علشان في ناس كانت بتقول إن الشوت التاني مستر موسماني ضغطنا هو الراجل يعني إحنا نقدر نقول إن هو يمكن الشوت التاني اللعيبة ما كانش في حالتهم إحنا طبعا الفترة اللي فاتت كلها بنالتمس الأعذار اللعيبة لإن اللي بيحصل فيهم ده يعني مش عايز أول فوق الوصف لأ عمره ما يحصل إنك تلعب يومين كل ماتش ومرة مسافر هنا ومرة مسافر هنا وبعدين تأخذ الطيارة خاصة وتروح تلعب يومين ثلاثة وبعدين ترجع بعد يومين ثلاثة تروح تلعب مش عارف مرة في اسكندرية وبعدين تطلع على المحلة وبعدين ترجع على القاهرة يعني العملية زي ما يكون إيه عقاب للنادي الأهلي عشان هو ممثل مصر الوحيد في البطولة دي ممثل مصر الوحيد في البطولة دي وبعدين كمان إيه وإحنا شغالين في البطولة دي معنا الدوري إحنا بنقول كل يومين ثلاثة عندنا كمان سوبر أفريقي مع نهضة بركانة المغربية الجمعة الجاية في كاس السوبر الأفريقي المهم أنا كل اللي عايز أقوله إن مستر موسماني أكيد قدر واحد بفرقة سانداونز دي هو يعرف يتعامل معها إزاي هو يمكن كان وجهة نظره الماتش اللي فات إنه هو يستيب لهم الاستحواز وده اللي حصل ويلعب على المرتد ده اللي يمكن اللعيبة ما قدرش تنفذها علشان الإجهاد ولكن الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا بكورة في الآخر قدر صلاح محسن عن طريقها إنه هو يجيب الهدف الثاني نقدر نقول إن النتيجة كانت في صالح النادي الأهل الشوت الأول ده هنعتبره الشوت الأول الشوت الثاني هيتلاعب بقى النهارد في حاجات زي ما كنا يعني بنقول زمان في حاجات بعيدة عن الفنيات تحسم لك ماتشات روحك القتالية في الملعب التصميم والإرادة والعزيمة إنه أنت عايز تعمل حاجة من أقمس من أول ما تنزل لا من بعد الماتش ما خلص الروح العالية دي يامت بيتنا بطولات طبعاً بالجانب الفنيات مش هاهم الفنيات إنما في بعض المباريات روحك القتالية تبقى عالية جداً مصمم ومركز كويس قوي عندك عزيمة وإصرار على المكسب وإن أنت تعدي الدور دوت الحاجات دي كلها حاجات دي كلها ثقة تقلع عالية بنفسك طبعاً الحاجات دي كلها حسمت لنا بطولات بلكده حسمت لنا بطولات بطولات إذا كانت قرية في أفريقيا أو بطولات محلية ترجمة نانسي قنقر